موسيقى موجز الأنباء من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم ترأصت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسنة مسامس الخميس بفاس حفلة افتتاح الدورة السادسة والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع المعمار والمقدس وانتحقت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسنة بالمنصة الرسمية حيث تتبعت سموها حفلة افتتاح هذه الدورة المقامة بين التاسع وثاني عشر يونيو التي تقترح بواسطة فضاءات وموسيقيين من مختلف الثقافات سفرا بالموسيقى والصور المعروضة على الجدران العريقة لباب المكينة من خلال الديانات الخمسة الكبرى في العالم الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية قبل ذلك ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسنة بفاس حفلة تتشين دار التازي مقر جمعية فاس سايس للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومؤسسة روح فاس وبعد قطع شريط الرمزي إذانا بتتشين هذا المقر قدمت لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء شروحات حول مشروع إعادة تهيئة مقر مؤسسة روح فاس وجمعية فاس سايس الذي هم تقوية الأساسات والهياكل وترميم تغلفات الخشبية والزخارف الجبسية والزليجي وإعادة تهيئة المساحات الخضراء وبهذه المناسبة قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء بزيارة قاعة عبد الكريم الرايس وقاعة موليع الاسقلي وفضاء الإبداع وقاعة أحمد الطيب العلش احتضل رواق وكالة المغرب العربي للأنباء بالمعرض الدولي لنشر والكتاب بالرباطمس الخميس حفلة توقيع كتاب وكالة المغرب العربي للأنباء حقبة من تاريخ المغرب بين عام تسعة وخمسين تسعمائة والف وعشرين والفين من طرف المدير العام للوكالة سيد خليل الهاشي من إدريسي وذلك بحضور شخصيات من عالم السياسة والثقافة والإعلام من ضمنهم وزراء سابقون أبرمت وكالة المغرب العربي للأنباء وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس شراكة استراتيجية متينة ودائمة اتفقت بموجبها الوكالتان على تعزيز تعاونهما في مجال تبادل الأخبار والخبرة والتكوين وتم تحقيق هذه الشراكة لوكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أوروبا بريس من خلال توقيع عمس الخميس بالرباط على اتفاقية تعاون من طرف المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشي من إدريسي والمدير التنفيذي لأوروبا بريس السيد أسيس مارتين دي بيكيستيس وأتهم هذه الشراكة الإعلامية القائمة على استدامة استراتيجية تبادل محتوى الأخبار باللغة الإسبانية التي تبث عبر شبكة الإنترنت ومختلفة وسائط الوكالتين بما في ذلك الرسوم البيانية والصورة والمراسلة الصوتية البودكاست والبيانات ضعفت البرازيل أربع مرات صادراتها من القمح إلى الدول العربية وخاصة إلى المملكة العربية السعودية والمغرب والسودان ومصر في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل من السنة الجارية وفقا لغرفة التجارة العربية البرازيلية قال المصدر ذاته إن المغرب قام باستراد نحو 360 ألف طن من القمح البرازالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 632% مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي قال الكريملين إنه لم يتم التواصل بعد إلى اتفاق لبيع حبوب من أوكرانيا إلى تركيا مشددا في الوقت نفسه على أن العمل مستمر للتواصل إلى اتفاق في هذا الصدد وتقول أوكرانيا إن روسيا تسرق الحبوب منها وهو ما تم فيه موسكو نهاية هذا الموجز مشاهدين تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كل عادة على موقعنا الإلكتروني إلى اللقاء